حسم شباب بلوزدادن اليوم الجمعة تأهله لربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا بعد تجاوزه خصمه الزمالك المصري بهدفين لصفر كريسم الجولة الخامسة لدور المجموعات للمنافسة وافتتح باب التسجيل متوسط الميدان زكرياء دراوي في الدقيقة 73 من المباراة بعد تمريرة من بوراس واليضيف بعدها المهاجم إيوال الهدف الثاني في اللقاء في الدقيقة 78 بعد مخالفة نفذها لعوافي وبهذا الفوز رفع شباب بلوزداد رصيده لتسع نقاط بثلاث انتصارات ضد الزمالك ذهابا وإيابا وفوز ضد المريخ إيابا كما خسر الشباب مواجهتين واحدة ضد الترجي داخل الديار وسيخوض شباب بلوزداد المباراة الأخيرة لدور المجموعات برابطة الأبطال ضد الترجي التونسي بتاريخ الحادي والثلاثين من مارس الحالي اشتركوا في القناة